إذن هناك اجتماع وزاري تشاوري بشأن غزة بمشاركة الإمارات وقطر ومصر والأردن وفلسطين في السعودية الاجتماع أكد على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة وأيضا التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية الاجتماع تحدث على أهمية رفع القيود التي تعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة وأكد أن هناك يجب أن تكون هناك ضرورة اتخاذ خطوات لا رجع فيها لتنفيذ حل الدولتين وهذا الاجتماع الذي تم في العاصمة السعودية الرياض تم خلاله التأكيد على الرفض القاطع لعمليات التهجير القصري من قطاع غزة